موسيقى النمسا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فورا بورصة فيينا تشهد انهيارا حادا بسبب هروب المستثمرين النمسا تسجل اكبر زيادة لعدد الشركات المفلسة في 15 عاما الحكومة تستحدث استراتيجية لانهاء الاعتماد على الغاز الروسي استرداد 18 مليون يورو من الضرائب من شركات عملت بالاسود وكلب امريكي يقطع اصبع رياضية في شتايرمار اصعد الله أوقاتكم مشاهدين واليكم نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم دعت وزارة الخارجية النمساوية المواطنين النمساويين الى مغادرة لبنان فورا مع التأكيد ان تحذير السفر الى هذا البلد سار منذ اكتوبر 2023 ويأتي هذا التحذير بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على اسرائيل في السابع من اكتوبر والذي اعقبه تصاعد الاشتباكات بين اسرائيل وميليشيا حزب الله اللبناني حيث تمتلك الميليشيا تأثيرا سياسيا كبيرا في لبنان وهي حليف لحركة حماس وإيران مما ادى الى تصاعد التوترات والهجمات في المنطقة بعد مقتل فؤاد شكر على يد الجيش الاسرائيلي والتهديدات بالانتقام خاصة بعد مقتل اسماعي الهنية رئيس المكتب السياسي لتنظيم حماس سجل مؤشر اي تي اكس في بورصة فيينا انخفاضا بنسبة 3.12% صبح الاثنين ليصل الى 3.417 نقطة مواصلا الاتجاه السلبي الذي بدأه الاسبوع الماضي وسط تصاعد حالة فرار المستثمرين وقد اغلق المؤشر الاسبوع الماضي بخسارة بلغت 3.22% عندها 3.527 نقطة متأثرا بالخسائر الكبيرة في قطاع التكنولوجيا الامريكي بسبب الاخبار السلبية من شركات مثل امازون وانتل وكانت اكبر الخسائر من نصيب شركة فيني بيرغا التي انخفضت اسهمها بنسبة 9.48% الى 29.04 يورو بينما تراجعت اسهم البنوك الكبرى بشكل ملحوظ مما زاد من النفور من المخاطر سجلت النمسا زيادة كبيرة في حالات افلاس الشركات خلال النصف الاول من عام 2024 وفقا للتقرير الصادر عن جمعية حماية الدائنين وبلغت حالات الافلاس 2098 حالة بزيادة قدرها 35.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهي اعلى نسبة منذ 15 عاما وارتفعت التزام الشركات المفلسة الى 11.5 مليار يورو بزيادة 9 اضعاف مقارنة بالسنة السابقة بسبب افلاس شركات كبرى مثل سيجنا جروب وفيسكر ويعز الخبراء الارتفاع الى ضعف الاستهلاك والاستثمار والركض الصناعي وارتفاع اسعار الفائدة بالاضافة الى البطالة ومتطلبات الاقراض الصارمة وافقت الحكومة النمساوية على تحديث استراتيجيتها الامنية في مجال الطاقة في استجابة لمبادرة من حزب الخضر واكد فيرنار كوغلر نائب المستشار ورئيس الحزب ان النمسا تسعى للتخلص التدريجي من امدادات الغاز الروسي بحلول 2027 وذكر كوغلر ان المفاوضات بين حزب الشعب وحزب الخضر ركزت على تطوير منظومة الطاقة وانهاء الاعتماد على امدادات الغاز الروسية كما اشار الى التزام النمسا واوروبا بانهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحماية الاقتصاد والاسر من تقلبات الاسعار والامدادات وتعزيز التحول الى نظام طاقة مستدام وقابل للتحمل نجحت الشرطة المالية في استرداد ضريبة متأخرة بقيمة 17.7 مليون يورو من النصف الاول من عام 2024 وشملت التحقيقات الشركات في قطاعات الاتصال والعقارات والبناء وبيوت الدعارة حيث تم الانتهاء من 83 قضية كما اجرى مركز مكافحة الاحتيال تحليلات مخاطر في 135 حالة وكشفا عن شبكة دولية في تجارة الهواتف المحمولة مما تسبب في خسائر تزيد عن 50 مليون يورو وفي قطاع العقارات اكتشفت فواتر مزورة ومدفوعات غير قانونية تجاوزت 6 مليون يورو بينما سجل قطاع البناء خسائر تقدر بنحو 3.5 مليون يورو ومن اخبار الحوادث تعرضت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما لاصابات خطيرة جراء هجوم الكلب من نوع ستارفورد الامريكي في بلدة في شتايرمارك وكانت المرأة تجريب القرب من مبنى متعدد الشقق عندما تجاوز الكلب سياجا عاليا وهاجمها واصيبت المرأة باصابات بالغة في يديها وذراعيها بما في ذلك بترو اصبع الابهام بالكامل وتم نقلها الى مستشفى جراتس لاجراء عملية جراحية طارئة وهذا الحادث يذكر بهجوم مشابه وقع في اكتوبر 2023 في بلدة نارن حيث هاجم ثلاثة كلاب من نفس النوع عداء وأودوا بحياتها وحكم على صاحبتهم بالسجن المؤقت ومع نهاية نشراتنا مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة دمتم بحفظ الله كنتم معكم أنا أدهم اللي جي أطيب الأوقات إلى اللقاء اشتركوا في القناة